بداية مبهرة وغير متوقعة للنجم الجزائري يوسف لبليلي في تجربته الثالثة مع فريق الترجي التونسي وهناك ثلاثة عوامل دفعة اللاعب المثير للجدل لتقديم هذا الأداء وقميص لبليلي يساعد الترجي على تحقيق أرباح ضخمة الدولي الجزائري يوسف لبليلي قدم بداية ومستوى مبهر في انطلاقة مغامرته الثالثة مع الترجي التونسي ما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الجماهير فاللاعب صاحب الاثنين وثلاثين عاما انضم لشيخ الأندية التونسية خلال المركات الصيفي الحالي في صفقة استفاد منها ناديه السابق مولودية الجزائر بمبلغ يقترب من سبعمائة ألف يورو وفي ظهوره الأول مع الأحمر والأصفر ضمن الدوري التونسي في مواجهة اتحاد تطوين سجل النجم المثير للجدل هدفا وأهدى تمريرة حاسمة أيضا كما واصل لبليلي تألقه خلال المباراة الودية أمام الملعب الإفريقي لمنزل برقيبة حيث سجل هدفين وأهدى تمريرتين حاسمتين لزميله الإفوري عبد الرحمن كونتي ورصد موقع العين الرياضية ثلاثة عوامل وراء البداية القوية ليوسف لبليلي في مغامرته الجديدة مع الترجي وجاء أولها المركز الجديد لللاعب بعدما نجح المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو في توظيف النجم الجزائري بطريقة ذكية للغاية وذلك عندما عول عليه في مركز المهاجم الثاني الذي يتحرك بحرية كاملة جبهة خط الهجوم حيث تأقلم البليلي مع هذا المركز الجديد خاصة أنه تحرر من الواجبات الدفاعية التي كان يفرضها عليه اللعب في مركز الجناح الأيسر وثاني هذه العوامل هي التخلص من الوزن الزائد النجم السابق المولودية الجزائر استعاد أفضل مستوياته البدنية بعد أن قام بعمل كبير طوال الأسابيع الأخيرة مع مدرب الأحمال لنادي العاصمة التونسية كما أظهر النجم الجزائري التزاما كبيرا خلال مغامرته الجديدة مع فريق باب سويقة وتخلى عن التصرفات الطائشة التي أضرت به في فترات سابقة وثالث العوامل التي كانت سببا في بداية متميزة لبليلي هو حلم العودة لمنتخب الجزائر وتجديد العاد مع المنتخب الجزائري انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة المقررة لشهر أكتوبر المقبل ولم يظهر البليلي مع الخضر منذ شهر يناير الماضي خلال مواجهة موريتانيا ضمن دور المجموعات من نهائية كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوتيفوار وفي سياق آخر شهدت الأونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في الطلب على قميص اللاعب الجزائري يوسف لبليلي ويأتي هذا بشكل خاص من محب اللاعب والنادي في منطقة الخليج العربي وأوروبا وفي موطنه الجزائر حيث تطلب روابط مناصر فريق باب سويقة في تونس والإمارات وقطر وفرنسا والجزائر قميص لبليلي من المتجر الرسمي للنادي العاصمي وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق أرباح كبيرة للترجي وتعد موهبة النجم الجزائري من أبرز العوامل التي تعزز شعبية الترجي في الخارج حيث يتمتع بشهرة واسعة بفضل أداه المتميز ومهاراته الفائقة كما أن القميص الذي يحمل اسمه بات رمزا بين جمهير شيخ الأندية التونسية مما يدفعهم إلى اقتنائه لتشجيعهم فريقهم ودعمه في المنافسات المحلية والقرية والدولية كما يعول الترجي كثيرا على لاعبه الجزائري في تحقيق الألحاب حيث يهدف النادي إلى المحافظة على الدور التونسي وحصد لقب دور أطفال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخ نادي باب اسويقة وتتواصل الجهود في إدارة الترجي لتعزيز المبيعات التجارية من خلال ترويج قميص يوسف لبليلي من أجل تحقيق نجاحات كبيرة على المستويين المالي والرياضي